اشتركوا في القناة المنظمة لهذا السباغ مسافة الكيلو والنصف نسير مع هذا الشوط الخاصي بالابكار ونتابع المقدمة والصدارة الأولى هذه هي العزوم لناصر بن سيف بن سالم النيادي اللي تحتل المقدمة والبداية الأولى بينما تليها في المركز الثاني هذه تتقدم عنيدة بشعار راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري بينما في المركز الثالث هذه تتقدم وتاتي بهذا الاندفاع شعل خليفة بن نواب بن نوح بن أحمد البلوش هي بينما في المركز الرابع هذه هي شهد لمسلم بن عبد الله بن مبارك المزروع يقدم لنا شهد في المركز الرابع هكذا هي نتيجتنا وندعينا للأربعة المراكز الأولى المتقدمة التي تسير بناموس هذا الشوط ولكن عودوه إلى العزوم إلى العزوم وهالي العين أهالي منطقة الصاروج مسيطرين مع هذا الأداء المثير التي تقدمه في البداية العزوم والعصى في البطان بدون يوامر ولا شبه يوامر وأي تعليمات تصدر عليها في هذه اللحظات لكن شوف الوصول الغادم في هذه اللحظات شهد غادم مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروع غادم هنا مع الثلاثمية متر الأخير المنافسة الأخيرة ولكن هنا مسيطرة مسيطرة العزوم منذ بداية الانطلاق خلاص يبدو أن السلام إلى هالي العين إلى هالي العين إلى هالي دار الزين إلى منطقة الصاروج سلوم الصاروج سلام تحارين تحارين والناموس لناصر بسيف بن سالم النيادي لكن تعود للمنافسة شهد 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 العزوم العزوم هو شهد ولكن العزوم بدون يوامر تنتزع ناموس هذا شهوط المركز الثاني شهد لمسلم بن عبد الله بن مبارك المزروع للمركز الثالث كان الوصول من عنيدة أيضا من عنيدة نعم لراشد العامر بندعفو المنصوري هكذا مشاهدين العزاء نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى عوده للتوغيط الزمني دقيقتين وست عشر ثانية هو التوغيط الذي تدون تحت اقدام العزوم ملخ ناصر بن سيف بن سالم النيادي صباح الخير يا بوسيف على هذا الانتصار الجميلة التي تقدم لنا العزوم في هذا الشوت تهنين والنموس لجميع اشتركوا في القناة